طيب وماذا عن المعلم؟ الوضع الاجتماعي تاع المعلم نعم المعلم قم للمعلم وفيه تدوجه كين جزء خاص به بالمعلم وأنا من عائلة جدي معلم الله يبرك وبي معلم وخوتي كل معلمين وأنا معلم أنا أبدأت يعني تخلنا في هذا العمل السياسي جاك ذاك تفاقينا مع الشيخ الله يرحمه سنوات وإحنا غيرين وكذا لقيناه يقدم في شيء ينقذ البلاد ينقذ الجزائر ينقذ نخارطنا في هذا العمل ولكن مزلت الخلفية تاعنا هي التعليم أولا أنا نخاطب أخي المعلم نقوله أنت يا أيها المعلم ربما عدد كبير جاء للتعليم باحثا عن الرزق قبل 40 سنة اللي يروح للتعليم ليس باحثا عن الرزق حبا وعشقا وهوان جيب حتى هذا المراض يفتح يحب العشق والأفواء نعم معظمهم عدد كبير الآن أراه يروح ليبحث عن الرزق أنا يقولها لي عندي من عائلتي يقول لك أنا أحب ندير المدرسة ندير المدرسة لأن البلاستاذ نقوله اقرأ عن المعلم اقرأ واش قال الجاحض عن المعلم قبل لنروح نقول لك اقرأ واش قال جون شاكروسو اللي ضيع أولاده بالمناسبة جون شاكروسو اللي دار العقد الوطني اللي دارك اللي عنده خمس سوناد لا يعرفوهم ولا يعرفونه طيشهم وهو ومصار فلذلك اقرأ واش قال الجاحض عن المعلم واعطي القيمتك انتا لما يقال عن المعلم رب يذكرها في القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها العلماء انت وعن نذكرها ومحد بن باديس في قسنطينة هو اللي خرجنا هذا الافذاذ حماني والطهر ايت علجت وعليش انتير وخير الدين ومصبع هذو منين جاو لكن تشوفهم تحس بهذك بعظمة ما يحملون انا نقوله اولا انتا ما تستنى لا سي عبد العالي حساني شريف لا سي عبد الماجد تبون لا سي يوسفوشش التاب روحك انتا ايها المعلم خلي القيمة انتاك اذا هذا الدور نقول الدور الثاني للأولياء سندفع سيدفع السيد حساني عبد العالي حساني شريف الأولياء الى احترام المعلم الى تقدير المعلم لان المعلم الاهرة هي طالب بال بالمهي اكثر لاني يقولك انا ما عنديش قيمة في المجتمع ونزيد ما نعيش مليح يعيشني مليح الاجتماع فاذا انا نعطاك ونروح للجانب ان القيمة انتعه لازم نحفظ هاله لازم نكبر به انا اتألم لما تندير ملتقية المعلمين يجي المسؤول يحضر الجلسة الافتتاحية ويروح ويخليهم واحد لا ابدا يقعد مع المعلم تأتي النقطة الثالثة سيدي في بعض الدول دون ذكرها اعلى راتب هو راتب المعلم اعلى راتب اكبر تعب هو تعب المعلم في ولاية من الولايات دون ذكرها تدريكم عدد المعلمين ثلاثة وخمسين الف معلم قد نص دولة من دول هذا ثلاثة وخمسين الف انا ندخلهم قد ما نقدر هذو هما اللي يحتاجوا الدعم المباشر زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر